موسيقى وارجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية حدث مهم واستثنائي شركة برمير للتطوير العقاري بتعلن عن طرح جديد من مشروعات الشركة واللي دايما بتسعى لتقديم خدمات مميزة لعملها في مجال التطوير والاستثمار العقاري وده كان طبعا سبب تمييزها شركة برمير طرحت أحدث مشاريعها بالساحل الشمالي مشروع سانسا بالساحل الشمالي هو مشروع سكاني متكامل تم تنفيذه بعناية وإتمام كبير لراحة العملاء تعالوا نشوفوا التقرير ونرجع تاني لحضراتكم في مجال التطوير العقاري والاستثمارات العقارية ومن الوقت اللي هي ابتدت فيه اتميزت الشركة بقوة في سوق العقارات والاستثمارات في مصر النهاردة شركة برمير بتطرح أحد مشاريعها بالساحل الشمالي وهو مشروع سانسا دورس كوست المشروع اتعامل بعناية شديدة والهدف هو إنشاء مجتمع كامل الخدمات المشروع ده هو تقريبا هيبقى اول مشروع في الساحل الشمالي متكامل ومتكامل هنا بمعنى إن هو بيضمن كل الرفاهية للأونرز وإن هو هيبقى سمارت يونتس كلها كل اليونتس اللي فيها تبقى فيها انتجريتد سمارت سولوشنز سمارت هومز كل حاجة بتكلم بعضها في فول اوتوميتد سيستمز ركبة بحيث إن العميل يحس بالأمن والأمان والرفاهية في نفس الوقت بداية كده من أول المشروع إحنا عندنا المشروع شغال طول السنة وهو ده اللي بيميزنا طبعا عن غيرنا ده طبعا بالإضافة إليك كومارشي القرية اللي موجودة والموتل بشكل قوي جدا في المشروع وبلاس إن إحنا عندنا المشروع أساسا عبارة عن 15% نسبة المباني وده إحنا عندك يعني كبرنا مساحة الجرين أريا والباركينج والسيركيوليشن إنه يخدم المشروع بالكامل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وابعت لهم سلامة من هنا كلها كويسة جدا بس الفكرة كلها لازم يتمرمغوا في السيدرات الأول وبعدين يشتغلوا في التصنيع ويشتغلوا في شركات كتيرة جدا عشان بقى عندهم خبرة خبرة بقى لما تيجي بعد كده تعمل حاجة عاملة زي زي الماجستير والدكتوراه والحاجات دي الأبحاث هاتي حاجة يونيك حاجة فريدة زي مثلا بداية للفيلور والبوتكس بس هيديك نتيجة الفيلور والبوتكس الجلوفيرم اللي هو هيديك التخسيس ده الجلوفيرم ده اختراع ليه اختراع؟ ايه تشوهت لما خست بالتكميم او بالدلون الحالي والله ما بيعمل التراهلات هي عايزة تخس بسرعة فانا خست بدل 50% بسرعة فال50% بسرعة دي في وقته لازم يكرمش الجلد طب حتين فوق الجلد ازاي بيروح عاملين بقى ايه شد بقى مش كده الدكتور اللي بتروح له انا تمام اهو انا خسستك طب ما هو انت خسستني بس محرجة تقول له والله العزيزة يكون مساكلها زلة ان انا في حاجات تانية يضررهني الدكتور ما انا بازت وانا مالي اه طب ما انت برضو كنت لازم تقول لها الكريديبالتي بتاعتك لازم تبعلي اللي انت تقول لها لما تاخد ده هيحصل كزا اكيد زي لما انت بتدي التابلت الدوة بتاع مثلا البطن تقول لها اصلا ممكن يعمل شوية هدك شوية خدتي مثلا دو بتاع الهدك الانالجيسيك فاهمها ازاي فممكن يعملك شوية مغس فاهمها ازاي لازم تقول ده عشان كده حتى بقولك الاثار الجانبية مهنة السيداء دي حاجة حاجة فخمة حاجة جميلة جدا اللي انت بتدرس ايه بقى حاجة اسمها كونتر ايديكيشن انتر اكشن التضغط الموانع بين دو ده الانتر اكشن ده ما ينفعش في معده اللي مش عارف المميزات بتقول الادفانتج ايه والدس ادفانتج ايه واللي مش عارف الميكانيزم اف اكشن ماشي ازاي والدوز والابليكيشن بتبقى اكتر من الدكتور على فكرة الدكتور المتخصص السيدالي السيدالي ببقى فهم جميع عنواع الادوار التتخيل تحقيق اه فهمها ازاي بس الفكرة كلها انا كان دوميني التركيز كله في موضوع التجميل لان انا بيصعب علي البنات اللي هي بتبقى ان كانت وحشة وعايزة تحلو ايه طيب لو وحشة وعايزة تحلو انت يا بابا لو خدت بعدك عملت فلر كتير سدقيني حتت حتتبقى هديلي ازاي حقانت مرة كويس تاني مرة كويس تالت مرة كويس عشر مرات كويس بس هي لازم كل ستة شهور يبقى انت دخلت في مرحلة الادمان وبعد كرة بعد العشر مرات خلاص الجسم ممكن مباش مستوعب ايه فبعد كرة وشها بيبوز ايه فبتعط تعيط فبتحس انها عجزة بدري فبتلاقي فعلا الوش منفوخ مش مزبوط للأسف اه خلاص كرة بزت الوش فاحنا عدلنا ده بالإفول ولومستار والالتين فيدا لانه هو حتى لو فيها اليرونيك في الالتين فيدا بنسر معينة وفيها الكولوجين اللي هو البحري فبتلاقي نتيجة كويسة جدا والإفول ولومستار في حتة الأسكوبال برميتيت اللي هي أقوى 30 مرة من الفيتامين سي العادي أقوى 30 مرة من الفيتامين سي العادي غير الكمبونت اللي فيه كوجيك أسد ألفا أربيوتين جليك أسد كل الحاجات دي بتديها التفتيح والنظارة وشد للتجايد واللتلاقي للخدود خلاص تبجلو فيرم ده جل بحطه على المنطقة اللي مدايقاني شوية رياضة أقل للأكل تدرجيا أنا خسيت وشديت وحصل حصل سكين فيرمينج جل ولو فيه سورية وستيتش ماركس بحسن شكل الجلد بها كده مشي كويس ما جلهاش بقى اللي إيه قدرات التانيين بيجي لهم بيجي لهم اكتئاب ليه خسيت كويس ودفعت مبلغ كبير جدا بس أنا اتراهلت والله بيكس ويروح له الدكتور زي بكون مسيكلهم زلة اللي عمل لهم اللي عمل لهم العملية فودي روح ويقول لها إيه يا دكتور خسيت خوص سأعمل لها حاجة تخلى وقال له حاجة ويقول لها إيه إحقن الدهون حقن الدهون منين حقن الدهون هيجيب لها حتة الدهون منين وهي مفيش ما هو خسيت طب ما هي خسيت آه ما هو بقى بتتشوه بقى آه مش بصف هيحقن الدهون لازم يكون منك انت نفسك فكرة بتاعت العمليات نيلا نيلا انت ما بيتقلش القصار الجانبية ليها إيه للأسف ما بيقولش لو قال يبقى كده لو ما قالش يبقى كده 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 حرام عليك لكن لو قال وهي قصار دهون منين يبقى دهون منين حصل لها انفصال يعني حصل لها انفصال خرب بيوت الدكتور اللي عمل تكميم وفي ده كثرة أفضل بتفرج عليهم على فكرة على السوشيال ميد أنا اسم محترمة جدا بدهوا الكلام في الحوارات دي حتى وجوه مصر دي حقيقة دي ده كأبيعة كتير لو انت حريك بتقولي انت معرف على مستوى الوطن العربي فعلا أنا معرف على مستوى العطل في الحتة اللي هي الأخلاق والإنسانية يعني على فكرة كان في حد عايز البرودكت كتير بيحصل حاجة زي كرة ومش معه فلوس فضل يا فن بس انت مش بتخيلها الدعاوي ومش بتخيلها أصلا النتيجة الرايح جاي إزاي والله يا دكتور ده بدأ يؤشر هو في تأشير آه ده في تلكوليك أسد شوية فبيعمل إمبروف لأكل إمبروف زي عام بيدنج طب هو ده فتحني ما هو فيه الألفا إربيوتين والكوشيك أسد ده بدأ يعمل الامتلاء خفيف كده وبشدة تجاعد ما هي حضرك فيه الأسكوبات بل منتدأ أقو تلاتين مرة من الفيتام بتوضح لها بقى كل جزئية ما لازم أوضح لها لكن التانيين يلا وممكن معملش بإيده أصلا بيخلى أي حد يعمل لها وبتاعه لأسف بس عشان أنا باخد فهي بيت تترهل والديل من الأول وبتعمل لها طب أعرف أبو أصلا خلي بقى أنت بقى تكلمين أبو أصلا تكميم عامت التكميم أخست اترهلت بقت عصبية جدا بصت لمرحلة أنها بترجع ما بتاكلش كارثة واحد دكتور أنا نفس أفتكر اسمه والله العظيم موجر محترم جدا قالك حرام دي جريمة بجميع المقاييس جريمة أنت زيته قص معدة وتديلها المعدة تروح تدفنها تدفنها في المقابر ما هو المعدة دي حتة من الجسم هو بالدهالها طب بعد ما تدهالها نسقف لك أنت خسسته بس شوهته دي حتة التخسيس طب بالنسبة للموضوع اللي هو بيحطه سيلكم في مطقة السادية أو الكلام ده كل وحنشيله تاني عشان الأولين مش حال هو لقدر الله كمان بيعمل ده غرز عمال إدي في غرز بيفتح بغرز ويقفل بغرز يفتح بغرز ويقفل بغرز فشوه شكل السادي وبعدين يقولك قص ده ما ينفعش عمليه التجميل خلاص طب ليه ما نحط القدريم عندنا القدريم الموند والكاكاوة والشاي والكافيين والكارنتين وشغل والموند وحاجات بتتحط تعال بمنطقة البراس بتعملها امتلاء طبيعي نورشنج نعمل نورشنج تغذية وبيعمل امتلاء وبيعمل سكين فرمج حتى بيشدها لها إن كان في الأرداف أو في السادي فكل الموضوع كله طبي بحث أو علمي بحث حلو كده؟ تمام طيب ايه تاني بالنسبة لحاجات الشعر اللي بتاع ده طب ما هي تبط ليه بتحط اكستنشن يا بابو وبوزي الشعر كعالفكة يجيبوا شكل جلوفيرم في الجار ده الشكل الجديد بتاع حتى يمكن تميته أعلى كمان شوية ده ناتيته بيرفكت جدا برضو بفكرة اللي هو النانو اللي هو الابزوربشن أعلى اللي هو منطقة دي تقنية جديدة انت أضفتها لها الجيلة أصلا أصلا ابزوربشن أعلى عشان يبقى برضو أصحى في حتة التخسيس لأنه أول ما بتحط بتحس بسخونية وتحس بالإرريتيشن الشكشكة تلفوا بالستريتش رولي مثلا اللي هو بتاع السندويتشات وبعدين بتلاقي أه هو ده وبعدين بتعمل شوية ترياضة وتقلل الأكل التدريجية خلص خست وبقى زي العسر ما تشوهتش مش راحنا بتعطي الحاجات دي خالص كله طبيعي أيوة التكمين بيشوه معروفة أقولها بالفم المليان ده الستات كان بتيجي تعيط تعيط في الكول سنتر يعني يقوله الحمد لله ربنا يحميها رب لأنه هو نجدنا من حاجات تانية لأنها أختها عملت تكمين فبقيت متشوهة كانت زي الأمر وبقيتش زي الأمر كانت هادية وبقيت عصابية وبقيت عصابية وبقيت عصابية وبقيت عصابية شوشان في صنف الشخصية ويسترس بقى جيد ويروح الدكاتة النفسيين والله عرفت تسألي مين يا مدام بسينا اي اسألي الدكاتة النفسيين عندك نسب كبيرة مين بيجي لك من الناس لتعمل التكمين يا لأوي تكميم يا خير هيخرب بي عرف انت وصلت الكلاينت أو البيشن انه جاه يعمل عمية التكميم وصلت ونو يتعلق نفسيين واحد عمل في له الغلط واحد عمل في له الغلط ده طبعا تروح تروح برضو الدكتور نفسيين سيكاتريك هيعمل ايه طيب وهو هيعمل ايه هيقول لها ايه هيعمل لها ايه ما هو مش بييده حاجة عايزوا الاسم في التجمع وكده اصحاب هناك فبكلمهم اقسم بالله كونية الناس اللي بيجيو لهم عاملين تكميم وعملين في له روبوتكس اه الحل الوحيد اللي انت ممكن حديث تسأله لي ليه حل لما تيجي تبهدل بالتكميم وتتراهل ليه حل لو عامت في له غلط وبوتكس غلط هو ليه حل ليه حل ازاي التكميم لو هي بازت كده هترجع تحط الجلوفيرم الجلوفيرم ولازم شوية رياض وليه لي بقى الميكانيزم الحمشي معها هو فيه كافيين كرنيتين جربتكس هو بيمشي الجلوفيرم وانا شماية دي مش الجلوفيرم لو مشي على الجلد فكرته كلها ان هو حيشد الجلد لما يشد لها الجلد لو فرضا فيه دهون وطبعا ما فيش دهون بقى هو لو لقى دهون بيفتتها في السك لكن هو لما لقاش دهون بيشد الجسم بس كين فرمنج جل فطبعا لازم تاخد حاجة زي كده تمام احنا عايزين نسأل بقى دكتور محمود رسي حققت كل احلامك اللي انت بتحلب بيها بص انا اقولك على حاجة اللي بقول على نفسه ناجح انا بحس انه هو فاشل انا طول الوقت لازم ابين نفسي لنا فاشل عشان ما تغرش مثلا انا بحب التواضع من تواضع لله رفع واسمعتها حتى من الله يرحمه فضلت الشيخ محمد متولد الشعروه هو من تواضع لله رفع يعني انا لازم ابين نفسي لنا مقصر عشان ادي الكويس الاكتر انا بس عايز انصح الرجالة بالذات انه هم رفقا بالقوارير يعني رفقا بالقوارير يعني طب طبعا امراضك عامل التكميم عايزة تعمل تخسيس عايزة تعمل فيلر عايزة تعمل بوتوكس الحاجة دي كلها قولها تعال يا بابا واحدة واحدة واسمعت كلام ده قولها ايه العواقب لا خبه من الاستشار الله ده انا شفت حد قبل كده عمل فرر فتشوه طب الله ده الدكتور محمود بيكلم على الحاجات اللي هي الطبعية بلاش حاجات الدكتور محمود حتى الافولة لو انه مصير حاجات دي كلها حط يا بابا كاكاوة بطر شايا بطر حط حاجات طبعية حط خيار حط عسل حط الكلام ده كله يعني يعني خليكي كده روءة في نفسك لما تبيروءة في نفسك انت هتبي مبسوطة حط انا شفت كذا القناة القيام دي بتتكلم في اللي هو ايه ازاي تبيروءة في نفسك تبيروءة في نفسك لما انت تكون مهتمية بشكلك وجمالك وطبتك هتلاقي جوزك بيحبك جدا بس يعني في رضا في رضا في رضا بس هو طبعا لازم يكون بيحبها جدا ويكون دايما بيسألها ايه اللي راحك انت بحتاجة ايه كده يدلعها من اخر ايه لو ما دلع عايش هيستنى يدلع لا لازم هو اللي يبتدي الاول الراجل دايما هو اللي بيبتدي عمرنا شوفنا حد بنتي بتروح تتقدم لا مفيش لا طبعا لكن الراجل هو لازم هو اللي بمعز ماما الامور هو اللي يدلع مراته يدلع اهل بيته حتى اللي كان اخواته ولا مامتو ولا بنتو الكلام دا كل يعني عشان يلاقي المقابل عمل غير كده لا تبقى مش حلو عند ربنا حتى يعني طبعا منتكلم بقى عن شنطة السعادة شنطة السعادة دي انا احنا مسمينها الهابي باج شنطة السعادة ليه هي فيها كل الحاجات البرودكت اللي هي تخليها سعيدة من المبديل الفيدر والبوتوكس الافول والومستار والالتن فيدا كل المجموعة اه فيها الجلوفيرم اللي حيخسسها فيه حتى الشفاف حلوة من الالتن فيدا والالفول بتلاقي الشفة فيها الحاجات الشعر الالتن بريز والالتن براشدو فمش هتحتاج اكستنشن فيها الالسانس كرين اللي هو منه حيوقيها من الشمس وهيشدرها التجايد وحيفتحها الجلوفيرم الشكل الجديد الحاجات دي كلها بتلاقي نتيجة كويسة قوي وبتلاقي ان هي والأب دريم اللي بيديها الشكل الكيرفي والله العظيمة يا مدام بوسينا انا ببسعيد جدا لما بلاقي شكل واحدة شكلها حلو ايه مش 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 اده الواحد بيغض البصر دايما بس هو الفكرة كلها الشكل الحلو ده جميل اكيد طبا حتى لما لما انا الستة مثلا بتشوف جوزة حلو بتفرح شوف ابنها حلو بتفرح وجوزة برضها بتشوفها هي حلو بتفرح اكيد طبا فالله جميل اللي يحب الجمال يعني احنا بنشكرك يا دكتور محمود اللي يخليك انا سعيد وحضر جدا والله انا اسعد واحد دايما لو باجي مع حضرك برضو انت كنت الجمال يعني ربنا بلبيك نورتني وخطوة عزيزة اعزاء المشاهدين كده خاصة فقرتنا فاصل ورجالك وتاني استنونا